إيه رأيك تكلم أستاذ يحي يا دكتور أستاذ يحي طبعا من يعني الجهاز المصرفي ويعلم تماما أنه كلما طباطعت الحكومة والبنك المركزي في اتخاذ الإجراءات والحزم اللازمة والسياسات اللازمة لمعالجة هذا الوضع أنه ده بيؤدي إلى تفاقم المشكلة أكتر وأكتر وده ممكن إذا خلنا فيه طبعا كل ما بنتتأخر الحكومة بتتأخر والبنك المركزي يتأخر في أنه يتخذ الإجراءات فيما يتعلق بموضوع يهم صندوق النقل الدولي معني بالدرجة خليني أنا أتبنى رغم أن أنا محبش كده بس خليني أنا أتبنى هنا موقف البنك المركزي لو أنا دلوقتي محافظة البنك المركزي أو مجلس دارة البنك المركزي قدام حضرتك وأنتي بتقوله هذا الكلام أنا لو أنا طريق عامل حقولك يا دكتور ما أنت تعرف أن أنا التدخل بإجراءات ما فيش أسأل منه أنا ممكن أن أمضي لك القرار دلوقتي لكن المشكلة في تابعات القرار والأستاذ ريحي قال جملة عادها مرتين أعتقد أنه أصدها فكرة أنه لازم يكون أنا عندي أدواتي لو أنا دلوقتي قررت أن أخفض سعر الجنيه أو أعومه وحركة طولنا دلوقتي الفرق ما بين تعويم الجنيه وتخفيض الجنيه لو قررت أعمل ده أو ده مش لازم أنا بقى قادر على السداد يعني لو قلت بكرة بدل ما المنقصة بتاعتي أو العرض بتاعي 8 جنيه 8 إرش زي ما بطلع كل يوم لا أنا قلت الدولار النهاردة بـ 11 جنيه أو الدولار بـ 12 جنيه أيا كان الرقم الفرق اللي 4 جنيه دول أو 3 جنيه دول ما أنا كدولة اللي هتحملهم ما أنا بستورد رز وسكر وكذا فمدل ما بستورده بـ 8 جنيه أو بـ 9 جنيه هتطر من بكرة رسمي بالثاني هستورده بـ 12 جنيه فعليا كده تلت الطاقة الاستيرادية من الدولار أن أنا أوفرها وأنا أساسا مش لائي فلازم فيه أدوات فربما يكون ده الرد بتاع البنك المركزي بالنسبة للبنك المركزي علشان يحقق الاستقرار في سعر الصرف ويوحده حاكتين ده المهمين جداً هيوحده ما باش فيه سعر بقى سوء سودا بـ 18 بـ 17 ما بين السعر الرسمي اللي هو 9 إلا فالمفروض أنه يحطه فيه اللي هو السعر الحقيقي بتاعه تصوري بأنه ده بناء على تحليلات أنه في الحدود اللي هو 11 ونص ما بين الـ 11 والـ 12 ده السعر الحقيقي بدون مضاربات وبدون ممارسات ما فيه تجار العملة طيب طيب هنا بنقول قبل البنك المركزي يعني يقدم على تحقيق هذا اللي هو توحيد سعر الصرف يما يخفض ويدافع عنه بمعنى آخر يخفض يعني يوصله إلى يلغي بعد 8 جنيه 88 ويحطه بـ 12 مثلا ده السعر الحقيقي في هذه الحالة مطلوب منه أنه هو يدفع عنه بمعنى آخر يطلع من الاحتياط بتاعه ويلبي احتياجات كل المستثمرين وينهي قوائم الانتظار بتاع المستثمرين لما يلبي احتياجاته يشبع السعر من المستثمرين المستوردين مش هروح لأسود السعر ويبدأ السعر في السعر يلتائم مع السعر اللي هو إيه الرسمي السعر اللي هو الجديد 11 أو 12 جنيه كده يبقى احنا بنوحده ده يخدل 6 شهور سنة بس احنا عارفين بنعمل ايه ايه بس هي القصة حالين ما يقدرش يعملها إلا إذا كان عنده حاجتين مهمين الحاجة الأولانية يكون عنده اللي هو الاحتياط الكافي المتجدد في نفس الوقت يعني يكون عنده 25 مليار وكل ما ينزل للسوق ويشبعه ويشبع يعوضوا من حت بيجيلوا بقى من الصادرات وبيجيلوا من مصادر أخرى أو بيجيلوا من اللي هو الدفعات اللي صندوق الناد الدولي هيدهاله من 12 مليار كل نص سنة بيشوفوا الأداء بتاعوا بيديه للدفع اللي بعدية والشريح اللي بعدية إذا النهار ده المفروض الاحتياطي بتاعي مش كافي من 25 موصلت لهاش دلوقتي مزبوط وبالتالي في هذه الحالة هذا الحل اللي هو الاحتياط الكافي مش متوفر دلوقتي الحاجة التانية وهي طب ايه الحل التاني عشان ايه واحد سهر صار اللي هو التعويم الحر الأولاني تخفيض مع الدفاع عنه اللي هو التعويم المضار طب هو لو رد عليك وقال لك يا دكتور ما هو اللي حصل دلوقتي أنا ما دينه خيارات طب اكمل لك بس يا دكتور فرد مني عشان يبقى أخده وعطة فرد مش الدولار برضو فيه أخده وعطة يا فان ده ده على طول طلق عرضه طلب احنا ما بنسميه أخده وعطة أخده وعطة دلوقتي حيقول لك ما هو اللي في السوق السودة دلوقتي هو ده التعويم هو التعويم ايه عبارة عنين تلاتة تدخل كويس وساب الموضوع لفكرة العرض والطلب فالعرض يشد فالدنيا تقل الطلب يشد فالدنيا تزيد وده اللي بيحصل في السوق السودة يطلع 16 ينزل 15 17 بداءا على العرض والطلب اليومي عظيم جدا خلينا أقول لك بقى توحيد سعر صرف قلنا يخفض عند الـ 12 ويدافع عنه تمام ويلاب بالإحتاجات عند الـ 12 السوق الآيس ده أسلوب بس ما عندهش احتياطي كافي ده نمراحي الحاجة الحل الثاني قدام البنك المركزي انه يلجأ للتعويم الحر بمعنى آخر اللي هو التعويم معناه لوقتي بـ 17 نفترض هو نزل لـ 17 بياخد بيشتري بـ 17 ويديك بـ 17 ونص ده اللي هو السوق السوق ده طيب يقول لك والله ما هو ايه بقى التعويم الحر يلغي الرسمي أبو 8 8 اللي بيستورد به الأدوية والسلعة التامونية هيلغيه يبقى الأدوية والسلعة التامونية لما يخليه بقى حرب 17 يبقى النهاردة سعر الأدوية والسلعة التامونية هت تقفز تقفز لا هنا هيجمد أسعارها بمعنى الأدوية هتستمر كما هي مدعمة يبقى هيدعمها من قبل الدولة الفارق في هذه الحالة الحاجة التانية فيما يتعلق بقى بـ 17 خلاص هتجد ودون أن يتدخل هيحفظ على كل دولار في الاحتياط بتاعه اللي هو حاليا فوق العشرين مليار هيعلنه البنك المركزي كمان 3-4 ايام الاحتياط بتاعنا وصل لكام مقارنة بالشهر الأدوية هنا يحتفظ بكل الاحتياط إذا للتعويم الحر لا يتطلب من البنك المركزي ينزل دولار واحد من الاحتياط بتاعه هنا هناجب بقى المملكة العربية السعودية الصين على سبيل المثال عاوزة تستمر في شمال غرب خليج السويس عندها منطقة صناعية اسمها منطقة صناعية الصينية واخد حق الانتفاع هناك عاوزة تستمر مليارات الدولارات بس المشكلة بالنسبة للصين في هذه الحالة إنها بتقول طيب أنا هجيب مليار نفترض هجيب مليار دولار هتحطه في البنك المركزي المركزي هديها المقابل بجني المصري عاوزة تستسمر هيدي لها كام الصينة تقول تديني فيه استسمر عاقل ورشيد ياخد المليار دولار يتحوله إلى 8.88 مليار جنيه مصري ترجمة نانسي قنقر